سيدي مولاي ربي طال حزني ودق عظمي طال حزني ودق عظمي لبعضكم أتذكر هذه الرواية ينقل في الرواية من الله عز وجل يقول في كل صباح عبدي كبراسل وذكى عظم وشاغى رأسه فاقلع عن معصيتي فإني أستحي أن أعذلك بها متى نقلع أحبتي عن المعصي؟ هذه فرصتنا للاستغفار والقسم على الله أن يعصمنا من العودة العودة المعصية جرهنا أنفسنا في كل مرة نستغفر ونعود مجدداً للمعاصي الليلة نزجوا هذا الاستغفار بالطلب من الله أن توفقوا للاحتصاب به حتى لا تعودوا مجدداً لتلك المعاصي التي تستغفرون على الله إلهي طال حزني ودق عظمي وبلى جسمه وبقي الذنوب على ظهري فإليك أشكو سيدي فقري وفاقتي وضعفي وقلة حيلتي يا رب يا رب جميعاً بضجة إلى الله يا رب ارفعوا كفكم إلى السماء يا رب 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 وكانت من خوفك باك يضجع إلى الله يا رب لا تخجل ارفع صوتك تكلم عن نفسك في ذلك اليوم ما حد بيتكلم عنك انت اتكلم عن نفسك الآن في غادي الوقفة الاختيارية تكلم عن نفسك قبل أن تقف هناك وقفة اضطرارية وما أدري يسمح لك بالكلام أولا يا رب يا رب يا رب تحرق بالنار لساني وكان للقرآن تالي يا جميعا يا رب يا رب يا الله يا رب يا رب أتحرق من نار قلبي وكان لك محبا يا رب من나ر القلبي المعترف بذنوب فاغفره لي أنا الذي أسى أنا الذي أخطى أنا الذي همى أنا الذي جهى أنا الذي غفى أنا الذي سهى أنا الذي اعتمى أنا الذي تعمى أنا الذي وعدت وأنا الذي أخلق مولاي أنا الذي نكاث هذه الخطوة الأولى هي الاعتراف بين يدي الله الخطوة الأولى لقبول الدوبة الاعتراف بين يدي الله أنا الذي نكاث أنا الذي أكرر جميعاً أنا الذي اعترفته أنا الذي اعترفته لنعمتك أنا الذي اعترفته وانا هيتني فارتكبت نميان فبأي شيء أستقبلك يا مولا أم بسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي أليس كلها لحبك عني وبكل غاعة صيد برجلي آح 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 سبحانك لا إله إلا أن إني كنت من الظالمين سبحانك لا إله إلا أن إني كنت من المستغفرين سبحانك لا إله إلا أن إني كنت من الموحدين سبحانك لا إله إلا أن إني كنت من الخائفين سبحانك لا إله إلا أن إني كنت من الوجلين سبحانك لا إله إلا أن إني كنت من الراجين سبحانك لا إله إلا أن إني كنت من المسبحين سبحانك لا إله إلا أن نضرب الوعداء فقد هدني الشوق يا سيدي هدا تعال بليل القدر نمشي سويتا نعد خطانا والدموع له عدا سيدي نعانق ذاك القابر نبكي سويتا عند قبر الحسن نعانق ذاك القابر نبكي سوية وليس لراب الوجد من لثمه بدا نخط بآي الجو شنين رداءه الشيخ بشير النجفي قولي دا جيت وقفت عد قبر الحسان لا تزر ضريح الحسان ولكن اغمض عينيك وانظر بعين البصيرة وافتح لحد الحسان سترى جسد مقطع مبضى أمعن النظر سترى جسد صغيرة على صدر الحسان نخط بآي الجو شنين رداءه نكفنه والنحر نوثقه شده ونعدل فوق الناح بالرفق رأسه ونعدل فوق الناح بالرفق رأسه ونسبل بالهم من الرداء نكشف الخداء صغرته وحرارة تراب كرب ومن دمنا القاني نبل نبل ترابه نهيل عليه السيد والتربة والسعداء نخط بفيض الناح شاهد قبره أيا أصرح عزان قوم الدين من هدى نصلي صلاة الليل خلف مقامه وأنت تأم الخلق يا فرجل وأنت تأم الخلق تصنعهم جلدا ونصرخ تحت العرش لبانك سيدي ورجع له قد سبح الله مرتد ونور تغشان بعفو ورحمتين وحبل تدلى من يد الله وامتد يا فرج الله أطلب من عندك هذا الوعد ونحن في ليلة الجمعة أن نلتقي في كربلو تحت قفة الحسين وإن كنت غير مستهل لغادي النعم لبلة الجمعة واعدني للمهدي براضي الغاضرية ليلة قدرنا من كربل ننصب عزيه واعدني حدايا الولي لو ما نقدها ايدي ايدي اخلي الباعدك والله امدها يا مولاي ادري كريم وشي مدك لا ما تردها واعدني ليلة قجري بقبر الشفيع بفرشم صلاتي وراك وبحمي ظهرك بفرشم صلاتي وراك وبحمي ظهرك وبدعي بصلاتي الله يطول في عمرك بس دعوة منك سيدي باسمك في وتراك بس دعوة منك سيدي باسمي في وتراك تكتب نجاتي في الحياة السر مدين لو بس كلام شفاتك الاذني والصير يكفيني اسمع دعوتك مو عارف ادخل دمبي يخجل سيدي دمبي يخجل امسح على الزلاتي وتحنن علي بحلم وباعيش الحلم لو ما نعارف يمتأ شوفك بالمهابك بالي واقف وادعب دعائك سيدي نشر المصاح بصوتك تزورنا يا باقي البقين اسمع زيارة الحسين بلسان المولى سلام الله عليك هو واقف عند قبر الحسين ونحن من خلفه ان شاء الله يزور الحسين السلام عليك يا جدا السلام عليك يا جدا السلام على الشيب الخضي السلام على الجسد السليب اسمع اسمع الكلمات بلسان المولى لا تسمعها مني حتى توصل الى قلبك انا ما اقدر اوصلها الى قلبك هذا اللسان عاصي لكن اسمعها بلسان المولى السلام على الجسد السليب السلام على الخدّة تريد السلام السلام على الثغر المقروح بالقضيب ألا المنادل وحسينا السلام عليك فهويت من على ظهر جوانا على موضائك أربلا السلام عليك والخيول تدوس على صدره أنا لا أدري ولكن عندما أدت خيول أعواجية وطحن صدر الحسين سلام الله عليك نحن نعرف أن العظم عنديا يكسر فله صوت فهند وصل هذا الصوت إلى الخيام وسمعت حسين بسلام الله عليك ألا هل بالمنادل وحسينا ألا هل بالمنادل ضجّت كربل بالنور يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم وسكنا في الخبة تنادي يا زينب علينا القوم هجمى وما تنادي حسين يجي للموقف المشوم قالت سكتي يسكنا ما يقدر ولينا يقوم ليش ما يقدر يقوم يا زينب قالت تتأمل شوية وياها هذا المعنى كل جسم ترى صوابات وليم صوت بعد شي يقول شي يقول حتى راس عن جسمه يسكنا ترى مقصود حتى راس عن جسمه الإمام الحج عنده وصيّ إلى الشعار يقول إذا وصلتون إلى قبر الحسن وزينب لا تذكروها إذا عزرتون أبو فاور وزينب لا تذكروها إذا عزرتون أبو فاور ليش يا مولاي؟ قال خاف البطال يتوعى وعن حالي اختهي سعر أه لا تقولوا إله زينب مشت بعدا بلا كف ولا تخبرونه الحارة دشية مجلس ابن زيار أه 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 يشي عزينا بلا تذكروها ببقول أبو فاور تجرحونا ترى بعد السهم ناشى ما شاله من العيون زينا بلا تذكروها بزينا بلا تذكرونا ولد خبرونه الحورى شافت شمر بأسحسان